يتحايل النظام الإيراني على النظام المالي العالمي بهدف تمويل برامجه النووية والصاروخية إضافة إلى تمويل أذرعه العسكرية في المنطقة وفيما تضخ طهران عشرات مليارات الدولارات لدعم أذرعها من الجماعة الإرهابية باتت الأسرة الإيرانية العادية اليوم أكثر فقراً بنسبة 15% عما كانت عليه قبل عشر سنوات اقتصاد يدعم الإرهاب على حساب الشعب ففي الفترة بين عامي 2018 و19 انكمشى الاقتصاد الإيراني 5% حيث وصل معدل التضخم عام 2018 إلى 23% ليقفز إلى 35% في العام الذي يليه وصولاً لعام 2020 حيث بلغ معدل التضخم 40% أسعار الخضروات وحدها ارتفعت بنسبة 155% بينما تضعفت أسعار اللحوم بنسبة 117% في المقابل ورغم احتجاجات الشارع الإيراني على الأوضاع الاقتصادية مع ارتفاع أسعار الوقود في نوفمبر الماضي جاء رد الحكومة بمزيداً من الاضطهاد وزيادة الإنفاق ليس على الأذرع العسكرية خارج الدولة فحسب بل على قمع الشعب بمال الشعب فبحسب مشروع الموازنة الإيرانية للسنة المالية 2019 و2020 زاد تمويل وزارة الاستخبارات الداخلية بنسبة 32% فيما زاد تمويل قوات إنفاذ القانون التي مهمتها ضبط الإيرانيين بنسبة 84% ورفع الإنفاق العسكري بنسبة 53% نظام مستبد واقتصاد متهالك مستوى معيشي ضرب بالأرض فقراً لصالح نشر وتمويل الإرهاب في دول الجوار والعالم هذا هو الحال في إيران ترجمة نانسي قنقر